طلع الاخراج أصعب لما احنا متخيلين صعب أكيد إذا أخذها جد أي مش يوحد نام وفأ أنا مخرج طيب وقال جسار مرة قال إنه أنت خليتي يعرفي مثل كان كلباتها ما بها تمثيل ما كان يتمثل بكلب وخليته يمثل عشاء التمثيل ذكرين ناس أي أغنية كانت؟ استئالة حبي طبعا طيب أنت اشتغلتي مع أغلب النجوم العراقيين وهذا الشي غريب لنشوف ليش يكثرون دائما نفس الاسم أنها تخرج لهم برأيك ليش هوا يشتغلتي أعمال بالعراق؟ وليش كانوا دائما أغلب نجومنا يعني يثقون بعيون رندلة؟ لأنه قدمت إشي حلوة أكيد وكل شخص اشتغلت معه كان كتير مرتاح معي إن كان بلبنان عم نصور أو بتركيا أو هون عم بقدم أفكار جديدة مختلفة وحتى لما عم صور مع نفس الفنان كل كليب مختلف عن التاني يعني ولا كليب سويت مثلا مع فنان عدد أفكار أو قادر أو شوت ولا شي هو أنت تختاري الفكرة أو هو يقترح؟ أنا أخي أه الار ديركتور على الإقديح طيب أنت أيضا يعني كونت شأنه تعاملت ويا كثير من الفنانين يعني شفتي شهدتي بداياتهم أيضا وشهدتي بداية انطلاقهم من النجم اللي فرحتي لأنه أنت من بدايات شوية أو من بدايات أو ياتش وبعدها صار نجم كبير بالعراق؟ أي مثلا حلق رحمة رياض رحمة رياض صورت أول كليب بحياتها أنا وياها أي أغنية كانت؟ أه غنية البنانية خلصنا 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 وما بقى فينا نكفي كانت أول أغنية صورنا أنا وياها بلبقع وراحت لقيا مرجعت شفتها وهيك رجعت لأينا وشفتها طلعت بمبعرف وين حام تحكي أنه رندلا أول كليب سويا سواء أنا وياها وبفرح لك كتير لأنه شون كانت رحمة ببداياتها كانت متوقعة عنها كانت طالعة من بعد سارة أكاديمي بالطبط أي وصورنا وأكيد يعني راحت سافرت فترة وأنا بعدت يعني راحت حياتي وجعدنا شفنا بعد مش من زمان هي عايشة بتركيا هلأ وكل أغنية عم تنزلها أجمل من الثاني وأحساسها رائع وأنا بنبسط لها من كل قلبي طبعا طبعا نجم نفتح بيها طبعا ما اشتغلت بعد مرة ثانية صحي لأ بس انشاء الله لأ